السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم عزيزي المشاهدين أنا محمد خاميش وأنت تتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر حتى بإحتراف المبتدئين أهلاً بك في الجزء الخاص بالقواعد تكلمنا في الفيديو اللي فات في الجزء خلي بالك الجزء الخاص بالقواعد خدنا الحلقة الأولى وتكلمنا فيها إزاي نبني جملة صحيحة في اللغة الإنجليزية جملة مفيدة منفاعل ثم فعل ثم مفعول النهاردة إن شاء الله قبل أن نبدأ لا تنسوش حضراتكم نعمل شتراك للقناة ونفاعل صوت الجرس ونعمل لايك ونعمل شير للفيديو عشان يوصل لأكبر قدر من المشتركين النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الحلقة رقم 2 الخاصة بالجرامر القواعد هنتعلمنا الجزء اللي فات هنتكلم على بناء الجملة من فاعل ثم فاعل ثم مفعول ويقولنا الفاعل اللي بيكون يا اسم يا إما ضمير النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البروناونز يعني الضمائر ونعرف أنواع الضمائر في الوقت مع بعض في الفيديو يا الله الجزء النهاردة تابع كورس القواعد حلقة رقم 2 إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها البروناونز يعني الضمائر الضمائر ما هي الضمائر؟ الضمائر في اللغة الإنجليزية نقسمها عدة مجموعة أول قسم عندي فيها هو مايسميها ضمائر الفاعل ضمائر اللقي ضمائر السابجيكت مسمى الضمائر السابجيكت السابجكت السابجكت النهار وهناzie وهو مثل الفاعل بقسمية ناون الحلقة نوع اللي هي I We You They He She and It لغير العقل المفرد طيب، في أنواح تانية يا مستر من الضمار؟ آه في أنواح تانية من الضمار طيب ايه يا حضرتك؟ أو حضرتك؟ اللي بأول قسمة من الضمار عندي هو ضمير الفاعل نسميه ايه بالانجليش؟ Subject pronoun اسمه ضمائر pronouns ضمائر الفاعل فيها حاجة اسمها عندي الobject pronoun ضمائر المفعول اللي هي الobject مش هكتب طبعا مكتب ضمائر المفعول ايه هي مستر ضمائر المفعول هاخد من كل ضمير ضمير المفعول بتاعه طبعا عندي غير ضمائر المفعول عندي حاجة اسمها possessive possessive pronouns وال possessive ده هي تبقى لها قصة كده معي بنقسمها إلى مجموحتين حاجة اسمها possessive adjective adjective وحاجة اسمها possessive pronoun يبقى عندي possessive adjective adjective نختصلك لاشن المكان possessive pronouns ودي معناها ملكية دي معناها ايه؟ ملكية طيب في حاجة تانية غير ضمائر الملكية في حاجة اسمها الضمائر المنعكسة بس طبعا مش هنطرق لها في الحلقة دية شخاطة الموضوع باش طويل عليكم بس هديكم فكرة بس عنها حاجة اسمها reflexive pronouns ونختصر بقى الباقي reflexive pronouns هو ضمير المنعكس هي تانواع الدمار عنده في اللغة الإنجليزية دمائر فاعل دمائر مفعول وفي حاجة اسمها طبعا ديت صفة adjective اللي صفة ملكية وحاجة اسمها ضمير ملكية طيب يا مستر حضرتك يعني ايه برضو مش فاهمين او هنفهم دلوقتي مع بعض لما ناخد التفردة بتاعتهم وناخد بيجو ازاي بضمائر فاعل اللي هو المفعول منه طب صفة الملكية يا مستر بتبقى طب ضمير الملكية في فرق من صفة ضمير هقول لها حضرتك ان شاء الله في لما انخصص حلقة الكل ضمير فيهم ان شاء الله اي مي 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 طب المنعكس منه يا مستر نقول مي ومع المفرد نقول سيلف والجمع نقول سيلف از اوكي يعني مثلا لو جدا نتكلم على مثال لو حابت اعمل جملة قلت انا اكتب الدرس بالانجلش هنقول I write the lesson لو عايز اقول بنفسي هنقول I write the lesson by myself يعني بنفسي اوكي لو في كتاب قدامي اقول الكتاب ده بتاعي او المركر ده بتاعي اقول this is my marker فاقولت my قبل الشيء المملوف لكن mine تيجي بعد الشيء المملوف طب لو مفعول يا مستر هنقول this is my bin give it to me الدهولي بتاعي ملكي this is my bin هلاقي حاجة مشتركة مع me اما يكون ضمير فاعل اما يكون صفة ملكية او ضمير ملكي اوكي لان دولك كده كلك ضمير متكلم عن نفسي انا اوكي طعب we بقى we بتبقى us our ours اوكي وهنا بقى هنقول our self is هنقول ايه our self is our self is هنا you بتبقى you your yours وهنا بقى تنقسم الى your self او yourself لها الجزئين هو على حسب الموجود عندي ينقول yourself ينقول your selves اوكي طيب number for they يعني هم تبقى them دي المفعول منها ضمين المفعول صفة their their الملكية صفة الملكية ضمين الملكية ببقى their ذر لو نحظنا حاجة هنلاقي ان اغلبتهم معادة mine except mine and is with ours yours theirs and so on he المفعول منها him الملكية his his يا مستر هو هنا his في صفة ضمير الملكية زي صفة الملكية a نفس التركيبة اوكي هنا بقى الملكية هيبقى هنا منعكس them selfs 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 بالجمع ves هنا his himself هم هم نقول self بنفسه she بتبقى ملكية برضو hair ضمير الملكية hairs هنا hair self self طب it 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 its بعض علماء اللغة بيستخدموها its والبعض يقول لك مفيش يعني ممكن نستخدمها its غير شيئات للاستخدمها uncommon uses for english browns its وفي ناس بتقولك الاغلبية ما نستخدمها لها ضمير ايه ملكية لكن فيها صفة ملكية اوكي يعني دي صح ودي صح هنا بقى itself نفسها دي كل اشكال الضمير في اللغة الانجليزية عشان تبقى فهمين انا محب لما اشرح حاجة نشرح كل وناخد بعد كده جزء عشان الناس تبقى فهمة يعني ضمير ممكن ممكن ابدأ اقول انا اخد مسلا ضمير الفاعل وعنك هناخد معان المفعول وانت هتجي تتلغبط على ما توصل لنهاية الدمار لكن دلوقت قدامك الخارطة هيت موجودة او الشكل راسمي قدامك دوت في انواع الدمار انت بعد كده بقى حضرتك هناخد كل ضمير مع ضمير مختلف يعني اخد مسلا ضمير الفاعل والمشتق منه المفعول وندي عليهم او نعمل تطبيق كده عليهم عشان تفهم بس لازم حدلك ان شاء الله في الكورس ده هوت او في الحلقة ده هيت رقم اتنين في كورس القواعد او لازم تعرف او تذكرهم كواس اوي عشان اللي بنجي الحسة الكورس اللي جاي ان شاء الله والحلقة اللي جاية تقدر تبقى متواصل معايا وفاهم معايا لازم تقول كده تحفظ مفعول منها مي صفة الملكية مي بالضمير مين تعرف انو بتبقى المفعول منها ومنعاكس ومنعاكس أو مفرض لو اخطب بقام يبا يرسلف ايها هو ات ات ممكن نقول ما فيش او ممكن نستخدمها غير شقاعة الاستخدام ده بالنسبة لكل دمائر ممكن ناخد الوقت مثال كده بسيط او ناخد مرحوظة كده على الدمائر لحد ما نتعاول جزء جزء بالتفاصيل ان شاء الله في الحالة اللي جاية هنا عندي صفات الملكية ده هي صفات الملكية بتأتي قبل شيء المملوك اما ضمائر ملكية بتيجي بعد شيء المملوك يعني مثال يا مستر هنشوف بس ضمير فاعل ونشوف مع صفات ملكية مع ضمير ملكية وانا اي ساي ما جاقول اي space have a book ويعمل لي choices اختيارات ويقول لي اي ولا مي ولا ماي ولا ماي بيقول لي اختر number one choose يعني اختر لان ما جا بص المسال زي ده وانت كلك دمائر وكلك عايد علي انا كمتحدث انا اي طب ايه اللي بيبدأ في الجملة هيقولنا ضمير الايه ها معايا كده هشتنا نرجع ورا ثاني نشوف الشرح بتاعنا قلنا اللي بتبدأ بيه ضمير الفاعل اللي هو اي يبقى اي دي بتحل محل الفاعل يعني بتبدأ بيها اول الجملة في الجملة الخبرية يبقى الصح بتاعي او اختيار الصحيح هيكون ايه هيكون ايه 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 برغو عليكم ناخد مسالتين لو جيت اقول this this is space book ويقول لي i me my mine mine okay طيب احنا قلنا ملحوظة عندنا دلوقتي قلنا ان صفة الملكية انا عندي ضمير فاعل ضمير مفعول صفة ملكية ضمير ملكية طب يا مستر انا هوظف الدمائر دي ازاي على حسب ما وقحها في الجملة احنا قلنا جملة بفاعل ثم فاعل ثم مفعول طب لو المفعول موجود يا مستر اللي هو البوك يبقى بليه ايه ده اسم قبليه هيكون صفة ملكية ولا ضمير ملكية نرجع وراء تاني ونبص الناس اللي ما زكرتش وما راجعتش قلنا ان كل صفات الملكية اللي هي my دول بيجوا قبل الشيء المملوك قبل الشيء ايه المملوك وانا عندي شيء المملوك هنا لكلمة الكتاب يبقى هيجي قبلها هيجي قبلها حاجة اسمها صفة الملكية اللي هي my بوك طب امتى بسا نختار هقول لحضر دلوقتي في اخر الجملة في نهاية الكلام هنشوف دلوقتي ازاي نستخدم ضمير ملكية اه ضمير ملكية هنا في المثال ده وتقولنا ان ضمائر الملكية بتيجي قبل الشيء المملوك يعني هنا في نقط وفي هو خيارنا على كلمة ايه خيارنا على اي وماي وماي وماين خيارنا على ضمير فاعل فاعل ما ينفعش ليا ان الجملة بتحدى بفاعل فالفاعل هنا عندي موجود اسم الاشارة والفاعل موجود والمفعول موجود ايه اللي ناقص عندي هو هنا صفة لان ده اصبح عندي اسم لو الكتاب اسم فبيجي قبل صفة الملكية اللي هي موجودة فلما تختار هدى حدك مثال وهتشوف دلوقتي معي لما اجا اقول هزا الكتاب بيجيت في نهاية الجملة سامح حد بقول لي هناخد ضمير ملكية برافو عليك هنقول اي اور مي اور ماي اور ماي اور ماي طبعا سامح حد بقول لي سامح حد يتكلم في البيت وعاد بيقول لي ماي 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 برافو عليك شاطر يبا هنقول كلمة ماي يعني ملكي او بتاعي هناخد بقى لكل نوع كده مثال اخدنا على ضمير فاعل واخدنا على صفة ملكية واخدنا على صفة وضمير ملكية هناخد مسالة على ضمير منعكس لما اجا اقول اي دو ماي هوم وورك بعمل الهوم وورك بتاعي باي سبيس وديني شوائس ويقول لي اي مي ماي ماي سيب دايما حضرتك لما تلاقي في الجملة ضمائر وفي باي يبقى هوز المعكس اللي هو بنفسي ونفسي هو منعكس على ما نوقع عليه الفاعل يعني منعكس من الفاعل الفاعل لو كان اي هيبقى مي سيلف طب لو كان احمد مثلا يا مستر احنا ما خدناش احمد طب احمد ضميره هي يعني الريدي ضميره بتاعه هي فهي هتبقى المنعكس من اي هام سيلف يعني انت هتبقى تبص للفاعل وتجيب منه ضمير الايه المنعكس اي هنا المنعكس منها هيبقى مي سيلف يعني بنفسي الث Lots one is about the object pronoun لو طامير المفاعل This is my book . give it to space انا طبعا ركزت ان نستدم نوع واحد من الضمائر عشان انت ما تتلوضش تعرف هستدمنا هنا مرة اي و مرة استدمنا مين و مرة مين و مرة ميسلف و دلوقتي هستدم ضمائر ثاني هتشفو دلوقتي معيه اي مي مي مين ميسلف ده كتابي اديه لي لي مين بقى لانا ليا كمفعول ولا فاعل اصبحت انا هنا اعطيه هو لي في هنا مفعولين مفعول به اول اللي هو ادي عيد على البوك يعطيه انت المفاعل انت هنا تقديره انت ده كل انواع الضمائر اللي احنا تكلمنا عنها دلوقتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة voter88 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربواح جماع قليل